عماد ستانداب كيفاش كتشوف الحضور ديالك في البرنامج اللي نقدروه نقوله بأن تلقى الانتقادات تلقى انتقادات الحضور ديالي والبرنامج لا البرنامج لا البرنامج ولكن شفناك تشترك الملاحين المغربي محمد الرفاعي وعلقتي وقلتي شنو قلتي عينك في المحمد الرفاعي قلتي عندي اللي في كهوحيد من بعد ملاباش ديالو اللي عطلع طه درت درت كتبت شعب الكريتيك ولكن هذا هو المساج لي هو مشي الناس كاملين لي هو وقلت لماذا تصلح تلقى لماذا؟ لماذا تلقى تلقى في الدار؟ باش فضلوا قيسة اللي لا تعجبك شيء تتفايلة تتفايلة تشوف شيء اخرى ليس مشكلة؟ هناك الناس اللي عاجبون هذا الشيء ستفعي كثيرا أنا ونعترف بأن هناك الكثير من اللي لا كون في البرنامج اللي خسوم يتغيرون لا تخطي في ديالي لذلك تتفايلة تشوف تتفايلة تشوف تتفايلة تشوف هذا اللي برزو من بعد ولكن مع قناة الخنوطة تشوف خمس سنوات خمس سنوات لا ترى في أول سيزان نحن في السيزان الأولى كانوا جوجة محتران من الدراري كامل اللي كانوا مكانوا جوجة للكانديدات اللي فريمان قدروا يمشوا بيت منهم يوسف الزعلي اللي رباح ومورد قردالي اللي وصل إلى الفينال وكان بعد الدراريته همال اللي لمدازوش ولكن عندهم اللي خدموا مزيان قدروا يمشوا مزيان الآن رجعلك البوست ليدر محمد رفاعل اللي كان احترموه واصل في المتدى ما اللي كتابه مزيانين ولكن ما كان صنا زيما كالسيواف الرفاعل يدير بحال هكاك اللي ما فيهش مش يعطي الرأي ديالو وقال ما عجبتنيش هاد الحاجة وانت في الدومين هذك فيه ثبو القدف وزاد واحد اللي ما قدرش نقوله اللي دار واحد اللي كدار لما انهضر عليك تقدر دخول فيسبوك في بيبالك هذك ولي خلاني نتقلق ونباقتاجه ونقول عندك الحق ما تعجبك الحاجة بدأت خوا ما عبرش على رأي ديالو بطريقة اللي اللي تقدرت تقبلها هناك إلا سمعت شيء أغنية إلا سمعت شيء أغنية كاتبها محمد رفاعي وما عجبنيش لي بارول ديالا ما غاديش ندخل لنا الفيسبوك وغادي نبقى نكسب على محمد رفاعي لا هالأغنية لا هديفها هذا وده ما غرف لي ليس بحليه هناك أتمنى لك توفيق إلا كانت إديسيون جاية إلا تصلوا بنا ومرحبا